ضيفنا اليوم في يوم صعيد سيلهادي شبيلي مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة مرحبا بك سيلهادي مرحبا وشكرا على الاستدافة وصباح خير لكم والمستمعين لابد أنه ديما نعود ونحكيه في مسألة البيئة لأنه وتهمنا من قريب ومن بعيد كذلك ألف شكر لكم مشكلة وزارة البيئة يهم هالأمر هذا بطبيعة الحال البيئة هي الحياة وقتا نقول الحياة هي شأن الجميع وبطبيعة الحال هذا يخلينا قدام الدور الكبير الأفقي متاع وزارة البيئة كيفاش تنشر الثقافة البيئية والسلوكيات البيئية وهذا هي شأن هام وهم جدا نختم عليه الناس كل مع بعضنا صحيح والمواطن بدرجة مهمة مدعو أنه يسند العمل بتاع الدولة بتاع الوزارة هو المواطن عنده خيار منه لا يرجع تفيه منه بش يكون يساند لعمل هذا لأنه أول مستفيد منه صحيح وقتا نقوله البيئة راهي البيئة ما هيش حاجة ثانية راهي البيئة هي كيفاش الإنسان يعيش في حياته منه بش يضمن راحته نعم في محيط سليم بالضبط أقل ما يقال عنه ولكن نديما نعودها ونقولها في مختلف برامجي وتداخلاتي في الإذاعة أنه المواطن مش قاعد يقوم بالدور الموكول له بصراحة يعني فما وعي ناقص مع كم للأسف باش نكون واضح مع نفسي وقدام ربي نهار آخر المواطن نجم نقول 70% من المواطنين ممتازين برشا ويمكن 20% من المواطنين اللي الحقيقة مناهي يزمهم شوية يراجعوا أنفسهم باش يواكبوا السبعين ولا الثمانين في المية من الناس البهين لأنه باش نكونوا باش يكونوا واضحين نعم راهو البيئة هي أولا وقبل كل شيء سلوكيات والسلوكيات والثقافة والثقافة والحديث منها والمرء حديث بعده نحب كل المواطن تونسي منها كبير صغير في المدينة في الريف إلا ويظهر مدى احترامه البيئة واحترامه الوسطة اللي عيش فيه الهواء اللي يتنفسه الأرض اللي يشتغل عليها ويمشي عليها المال اللي يشرب فيه نحكيه مناهي على ثلاثة عناصر هذومة عناصر بيئية نعرفه مدى أهمية انخيرات المواطن مهما كان عمره مهما كان موقعه مهما كانت مسؤوليته مهما كانت مانهى النشاط متاعه كيفاش يكون هو الرقيب على نفسه باش يحمي بيئته واختلي هو يحمي بيئته مانهى البيئة ترجع له لأنه هذيا اللي نعمل عليه برشا ونحبه مانهى نكون ثم ظروف مانهى سلاح بيب وسادة المستمعين ثم ظروف خارجية ثم ظروف مانهى طبيعية اللي يمكن مانهى عندها تأثير مانهى قليلة الأمطار أما لكن الإنسان بطبيعة الحال وقت اللي يعرف كيفاش يتأقلم وكيفاش يتفاعل مع الموحيط متاعه إلا ويكون هو الرابح الكبير مانهى باش يضمن استدامة الحياة على البسيطة وهذه مسؤولية كلفنا بها ربي كلف بها الإنسان والإنسان تحملها وهو إن شاء الله يقوم به إن شاء الله إن شاء الله إذن سلادي الوزارة نازلة بثقلها لإنجاح براميجها ونعرف اللي فم دعم حتى من منظمات عالمية أكيد هي الوزارة الحقيقة الجهدها الجاهيد هي كيفاش معناها توضع استراتيجيات بيئية ويتم تنفيذها نعم وآخر استراتيجية كان ما نقولش مانهى أهمها هي الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي هالاستراتيجية هذه اللي مانهى الهدف الكبير متاعها هو تأمين الرفاه للمواطن مانهى والرفاه للمواطن في علاقة بالموارد الطبيعية تأقلم مع التغيرات المناخية طوى مشي تبعيد شوية معناها تقول الرفاه الرفاه قريبة من السعادة بالضبط بالضبط أي سيحبيب معناها يعني كينا متفاعلين برشا تسمح لي معناها ويسمحولي السيدة والسيدات المستمعين تنجم تكون عندك دارة صغيرة أي وتتلهي بها وتعرف كيفاش تهيأها وتلقى فيها راحة كبيرة برشا صحيح واحد عنده قصر وما يتلهيش بيه أي مش بالضرورة قصر وما يعيشش مرتاح فيه وعاشرة بيوت وتلافها بيوت حمام ومن على الشنوع هك عليش هك عليش راه الرفاه مرهون ما نهى بيه ثقافة الإنسان وسلوكياته واختياراته وما داء معناها انخراطه في العمل في المجال هذي لو توضح أو تقرب مسألة الانتقال الإيكولوجي من المستمعين اللي ما عندهمش اطلاع على الموضوع هذا بكلمات بسيطة جدا الانتقال الإيكولوجي هو كيفاش معناها نقوله احنا اليوم في وضعية بيئية ومش نمشيو الوضعية أفضل أفضل نعم وكل واحد فينا إلا ويفهم شنو ما ما نهى ما لهو ما عليه وشنو ينجم يعمل في المجال هذي ما نهى بكافة المواطنين من مواطن عادي إلى صاحب شريكة إلى صاحب مؤسسة إلى مدير مؤسسة إلى وزير إلى رئيس بلادية إلى والي كل مواطن تونسي إلى جمعية كل مواطن تونسي إلا ولهو ما لهو وعليه ما عليه بيش يضبط ما يمكن ضبطه بيش نقوله أحنا في وضعية معينة كيفاش نوصلوا وهذا هي شيء طلب من الناس يا حبيب طلب مننا ثلاث حويجات بساط كيفاش نغيره سلوكياتنا وكيفاش نغيره أنمات الإنتاج وأنمات الاستهلاك في مجالات اللي احنا نعيشه فيها يوميا المجال الأول هو منهى تأقلم مع التغيرات المناخية الفلاح اللي يعيش في شح مائي أكيد أنه عنده طورق أو بدائل باش ينقص من تأثيرات الشح المائي وهذا ليس جديد باتنا وجدودنا عملوا الجسور وعملوا الماجل وعملوا معناها المفيد هو معناها الحركة المفيد هو الإيمان بقدرة الإنسان على تجاوز الصعوبات النقطة الثانية وعندها علاقة منكم بتغيرات المناخية فقدان تنوعي البيولوجي عن أصناف من النباتات وأصناف من حيونات نقرضوا وشنو دورنا باش نرجعوا الأصناف وباش نحافظوا على الأصناف المتبقية وكذلك في المجال هذي الحد من التسحر والتسحر هو مردودية الأراضي هو معناها نوتراليتي ديتير هو معناها كيفاش نحافظوا على الأرض تقعد منجة وهذا نقولها بكل بساطة من طرق التعامل مع الأرض من زراعة الأرض من استعمال الأسمداء إلى غير ذلك نقطة أخرى هامة وهامة جدا هي مقاومة التلوث بكافة أصنافه نقطة أصنافه وهذا من ثلاثة منها مواضيع هذه خاصة عن مقاومة التلوث مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة برشا ومقاومة التلوث ثم برامجة كبيرة معناها نقاط الساخنة في مجال التلوث لكن نجمه نهبته ونحن الأقل منها نفرق الرمانة كما يقولوا وكل واحد فينا ينجم ينقص من التلوث منها بشكل كبير برشا وقتاً لي يستعمل سيارته بطريقة راشدة وقتاً لي ما يستعمل منها كان يمكن يمشي على ساقيه يمشي على ساقيه منها ينقص من وقتاً لي ينقص من استهلاك الطاقة وقتاً لي ينقص من الضجيش وقتاً لي نقص من تلوث الهواء وقتاً لي حافظ على نظافة التربة وما يخليش تلوث يمشي للتربة والموائد المائية تلوث منها بعديد الأصناف ما نحكيوش على التلوثات الأخرى نحكيوها على التلوثات البسيطة وقتاً لي تجي الأرض وتزرعها وتنتجها وتجي البلدية مناها مساحة خضرة وتكون على أحسن ميورام فيها جانبي كبير من مقاومة التلوث والنهوض بالجمالية الحضارية اللي هضومة من المقاومات الكبيرة اللي تخدم عليهم وزارة البيئة إن شاء الله المواطن ينهض بوعيه لأنه فما استقالها قلتها برشا مرات الحكاية حولية وإن شاء الله معنا عادش نرجع لها شنية أهم المناطق اللي تشغلكم أكثر من غيرها هي معناها نشتغل على الجمهورية التونسية بدون نقاش لكن ثم أولويات والأولويات هذه معناها تفرضها معناها الوضعية البيئية في عديد المناطق يعني ثم وضعيات نقوله متداورة ثم وضعيات صعيبة صعيبة واللي الحقيقة بشكون واضحين ثم شجاعة كبيرة في التعامل معها شجاعة من طرف شكون شجاعة من طرف الحكومة والدولة التونسية فاش تتمثل هذه الشجاعة فاش تتمثل ناخذ مثال بسيتي ياسر معناها وقت اللي قلت منها استراتيجية وطنية الانتقال الإيكولوجي كل وزارة لها منها ما لها وعليها ما عليها باش نضمنه تنقل مستديم باش نضمنه الصحة باش نضمنه المحافظة على الموارد المائية باش نضمنه إذن كوزارة موش وحدكم موش وحدنا عمرها ما تكون وزارة البيئة وحدها وثم معالجة تلوث بنقاط سيخنا إن شاء الله احنا تول نخدمه على موضوع كبير برشا اللي سنوات معناها كانت ثم صعوبة كبيرة فيه هو لحد من التلوث النتج عن الفوسفوجيبس معناها ثم دراسات كبيرة صارت وبينت لي ثم إمكانيات كبيرة إن شاء الله منها باش يتم تثمينه وما عادش منها نقعد نتصرف فيه بالطريقة الحالية هذه منها ثم عديد منها المجالات في مجال النقل المستديم في مجال توجه نحو الطاقات البديلة الطاقات المتجدة منها مشاريع كبيرة برشا توجه هات كبيرة برشا الحكومة التونسية تخدم عليها كحكومة كرجل واحد وإن شاء الله معناها نتائج معناها تبدو تظهر لأنه عديد الصعوبات اللي كانت معناها يمكن تعرقل تعرقل يتم تجاوزها يتم يتم السعي لتجاوزها ثم لجنة في رئاسة الحكومة تخدم على المشاريع المعطلة نعم وكل ما هو مشروع معطل معناها يقع تحريكه يقع تحريكه هذه نقطة هامة وهامة جدا نعم نعم إن شاء الله الامكانية تكون متوفرة هي امكانية المادية نقصد بطبيعة هي الأكيد المادية والبشرية الأكيد اللي ثم منها عديد المشاريع اللي يطلبوا تمويلات وهذه اللي تخدم عليهم الحكومة والحقيقة كما يقول المثال المعنى على قدي كيسائي أمودو رجلي أمودو رجلي نعم شنو نجم نقول مع هذا إن شاء الله قانون المالية متع الفين وخمسة وعشرين إن شاء الله يا ربي منها مش يضمن خط تمويل متجدد هام وهم جدا الخط هذيا مش يعطي خط تمويل خط تمويل متجدد فبسطها فما تبدو مش واضحة هك مش واضحة هي أمودو بيجيتير يعني منها مبلغ مالي هام مش تحطه الحكومة منها لدعم كل ما يسمى بالاقتصاد الأزرق والأخضر والدائري وقتا نقوله الاقتصاد الأزرق كل ما عنده علاقة بالشريط الساحل البحر والشريط الساحل وقتا نقوله وقتا نقوله اقتصاد دائري كل ما عنده علاقة بالتصرف في النفايات وقتا نقوله اقتصاد أخضر هو كل ما عنده علاقة بصناعات الخضراء القريبة الانشتر القريبة منها صديقة البيئة إلى غير ذلك نعم الخط التمويل هذا ان شاء الله مش يوضع على ذمة شباب تونس على ذمة أصحاب الشهائد اللي حبوا يبعثوا مشاريع في المجالات هذه وفي الوقت الحاضر فم مشاريع قاعدة تخدم بالتأكيد احنا فم مشاريع قاعدة تخدم من حبوا منها نقلة نوعية معناها باش منها الشباب يلقى إمكانيات أفضل وأكثر بكثير باش يولي معناها انتربرونير باش يولي صاحب مبادرة لتقديم الحلول وطبعا انتم توفروا له الفرصة الاستثمارية فيها بالضبط احنا مش سهلول الولوج إلى الاستثمارات في المجالات هذه نعم وإن شاء الله معناها يخرج قانون مالية وفيها التوجه هذية ونبدأ ونخدم عليه وأكيد مش نجاوب أحداكم سيحبيب مرحبا ونجدوا نحكيوا في الموضوع هذية نعم من خلال حديثك ارسمت خريطة ولكن ما ذكرت ليش الصحراء مش من اهتماماتكم من الصحراء الصحراء التونسية هي من الثروات متع بلادنا في عديد المجالات نعم أولا وقبل كل شيء واللي يعرف الصحراء التونسية هي مجال كبير للاستثمار في مجال السياحة البيئية وكانت من جملة المسالك السياحية ذات الأهمية في بلادنا مسلك سميناه ذاكرة الأرض والصحراء والواحات تقولوا ذاكرة الأرض لأن المنطقة متعة الجنوب التونسي معناها بالنسبة للسيدات والسادة المؤرخين واللي يعرفوا تاريخ تونس هي منطقة اللي يمكن من أول المناطق على البسيطة اللي شهدت الحياة ويمشيوا غادي يلقاوا الأثار ديناصورات يلقاوا أصناف ليموليوسك بابوش ما نهى ما يوري اللي كانت ثم حياة في المنطقة هذه كما نهى وعندها قيمة كبيرة برشا وهنا ثم متحف ذاكرة الأرض في تطوين والدعوة موجهة للجميع بشي يزوروه ويزوروه ويشوفوه ومن غادي ينتلقوا نحو الصحراء التونسية هاو متحف باردو تلقاه يسكن في تونس وعمره ما حد ساقه في متحف باردو هذا موجود هذا موجود وسيحبيب إلى جانب المتحف هضايا ثم المغاور الجبلية من أحسن ما يكون ثم كذلك خلنا رجعوا للصحراء الصحراء التونسية هي قارنة ومقترنة بالواحات التونسية الواحات معناها اللي ما شفهاش وما زارهاش تسمى نقصته حاجة نقصته حاجة كبيرة برشا نعم وثم منها الحقيقة بعض الأنشطة الترفيهية الموجودة اللي تخلي الإنسان وقت اللي يمشي هات نقولها بصفة واضحة يكتشف حويج يقول كيفاش هذه عنا في بلادنا نعم ثم اكتشافات كبيرة برشا وهذه تخلي منها ثم حركية تنموية في المناطق اللي هي قد يكون تصعب التنمية فيها التنمية العادية نعم ثم كذلك ثم منها اختصاصات الأكلة التونسية الصحراوية ثم المنسوجات الصحراوية ثم عديد المنتوجات ذات الأهمية اللي باش نكونوا واضحين ثم برشا تونسة يعرفوهم نعم ويقبلوا عليهم وحنا هنا في الإذاعة الوطنية الإذاعة الأم لابد باش ما نعرّجوا عليهم لأن تونس من شمالها الجنوب ومن شرقها الغرب هي ثارية ثارية جدا بكل المقاومات ويزمنا نمشيوا لبلادنا ونعرفوها ونشوفوا مفاهيم الخيرات بارك الله فيك سلهاتي على هذه الروح الوطنية وهذا الحب وهذا مش معناها مش مزية لما نحب بلادنا أكيد أكيد هو الحقيقة نقولها على المباشر وعلى الملأ ما حبي لبلادي زاد وقت اللي تنقلت فيها في إطار خدمتي ستة سنين في القطاع الخاص قبل وزارة البيئة وثلاثين سناء وأكثر في وزارة البيئة اللي الحقيقة كانت لي فرصة باش نكتشف الحقيقة والواقع متع الواقع البيهي برشة متع بلادنا وثم واقع من هذا الواقع مرير ثم واقع مرير ما سمحني سيحبيب سمحني نقولها مباشرة الواقع المرير معناها في بعض الأحيان يكفي في مجهود بسيط برشة باش يتحسن ومش يتحسن ومش يتحسن يمكن توم أنها فيه صعوبات أملك الرهو مقدور عليه بالعمل بالعمل والإرادة والمثابرة وهذا هو المتوفر نكونوا عمليين أكثر مع الشباب بسيطة غاصة اللي يتبعوا فينا من خلال دعم مشاريع بيئية للشباب كيفاش يعملوا كيفاش يتصلوا بالوزارة مثلا كيفاش هو ثم منها عديد البرامج اللي كانت موجودة منها قبل منها بعثتها وزارة البيئة أو المؤسسات تحت الإشراف ثم إن شاء الله منها الموضوع الكبير والهام جدا هو خط التمويل اللي كنا نحكي عليه بداية من الفين وخمسة وعشرين مبلغ منها مالي محترم مش تحطه الدولة التونسية لتشجيع الشباب على الاستثمار في المجال البيئي في مجال الاقتصاد الأزرق اللي يحب يمشي يعمل مشروع متع تربية تحياء مائية اللي يحب يعمل ترفيه مشروع ترفيه في الشواطئ اللي يحب يعمل مشروع متع منها نقل سياحي سياحي سياح معنى عديد المشاريع المغطات في مجال معنى الاقتصاد الأزرق في مجال الاقتصاد الأخضر بتبيعة الحال نفس البرنامج اللي يحب يمشي معنى ينتج منتوجات بيئية يحب يعمل مشاريع متع تكوين وتربية معنى تثقيف بيئي معنى دي حواج ديبلومات معنى تدريس وتكوين بيئي ثم معنى مجالات لإزالة التلوث للحد من التلوث معنى عديد معنى الدراسات والمجالات اللي نجم ومشوفها في مجال الاقتصاد الدائري كل ما عنده علاقة بالتصرف النفايات احنا ان شاء الله معنى عنا مشروع أمر قدم برشا حول اجمالية الفرز الانتقائي والفرز الانتقائي هذا ان شاء الله مش يخلق معنى مواطن شغل كثيرة معنى وامكانيات شغل كثيرة للمواطنين معنى للشباب للشركات باش يولي منها جزء كبير من النفايات اللي عنا في بلاس تمشي للمصبات تولي تمشي نحو الرسكلا والمؤسسات التونسية الكل تولي مجبورة بمقتضاة هذا الامر باش تعمل فرز انتقائي ثم تسليم النفايات اللي هي قابلة للرسكلا للشركات هذه اللي باعتين لاستغلالها لاستغلالها كما نريد عندكم تعاون وتنسيق مع البلديات اكيد احنا البلديات هي الشريك الشريك الاستراتيجي لوزارة البيئة لانه اولا وقبل كل شيء لانه الحملة ثقيل على البلديات الحقيقة هاي قاعد نشوف في المنازه مثلا فمع بعض نقاط سوداء ويجيوا اصحاب الكمين خفية وتبقى ما عندهم مش ترقيم حتى على الكمين متاحهم ولوحو الفواضر للبني ها هذية عنا فيه برنامج عنا فيه برنامج يعني هذي مشكلة مؤرقة عنا فيه برنامج لحقيقة كنا فضلت مع كامل للأسف السواق هذوما والناس اللي كلفوهم ما عندهمش عندهمش اخلاق بسراحة يعني يلوجوا على الربح البسيط وهذية مش مقبول ويلوثوا في البيئة والمحيط مش مقبول بالكل احنا ان شاء الله تو في المجال هذية صار دراسات وبينتل هالنفايات هذه قابلة للتثمين وتنجم تولي مواد اولية عندها قيمة وان شاء الله قريب معناها مش يتم بعث انفيليار منظومة للتصرف في مثل هذه النفايات ووقتها تولي الشاحنات هذه معناها نحبها تخدم احنا الشاحنات اما في بلاست تمشي تهز نفايات الهدم والبناء وطيشهم في يولي يهزهم الشركة يختصر المسافات يولي يهزهم الشركة صحي يولي يهزهم الشركة وقد يكون معناها ياخذ عليهم فلوس واللي يدفع فلوس حسب نوعية النفايات حسب الوضعية وهك نظم اللي تولي عنها منظومة كاملة ووقف على سق مهيكلة منظمة ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا الى هذا ان شاء الله والله يريت يعني المتغيرات المناخية عندها دور كبيرة يعني التقص وشيء بعد يصير في السنوات الاخيرة بطبيعة الحال التغيرات المناخية الحقيقة اللي كانت برشة ناس ما هيش مقدرة الصعوبة متاعها تبيننا بالكاشف وبالواضح اللي تأثيراتها كبيرة برشة وعشناها احنا في تونس الناس كل تعرف ما هي اللي مرينا بفترة متاع ستة وسبعة سنوات جفاف ما هي نقص كبير في الامتار إن شاء الله منحكين تبوادر وإن شاء الله اليوم مع رزد الجوي حكينا معاه يعني قبل الثمانية مع سبعة ونص وبشرنا بأمطار قادمة بإذن الله بإذن الله إن شاء الله الامتار تكون منها جاية وتكون منها جي ديما في وقتها مش جي مطرة قوية برشة اللي بفايدة نرجع لتغيرات مناخية منها واللي تواقع منها عايشين والتغيرات مناخية عندها زوز سباب منها كبيرة برشة هي السلوكيات وهي الغازات الدفيئة الغازات الدفيئة الغاز الغاز سير الغازات الدفيئة اللي تخرج منها في الفضاء ومتساهم في ثقب الأوزون وإحنا باش نكون عمليين وبصاة برشة هالدخان متع الكراها هالدخان متع المعامل ثم غازات متع التدفئة ثم غازات متع الكليماتيزور هذو ما بكلهم العوادم اللي تخرج من الشركات والمعامل هذو ما بكلهم معناها يساهموا في ازدياد كتلة غازات الدفيئة في الهواء وعندهم تأثير على المناخ على المناخ صحيح نعم وثم سلوكيات وقت اللي يجي يجي إنسان معناها يقص منطقة غابية فيها ألف شجرة ماهش مش مش تكون بدون بدون نتائش كل الغابات هذوكما من الأشجار هذوكما اللي كانوا موجودين معناها ثم ما يسمى بالتنفس متاعهم اليفابوت رانسبيراسيون التبخر وهذوكما يخلقوا نوع من التبخر في الهواء ويسهل منه صحيح الأمطار ثم عوامل طبيعية وعوامل بشرية إن شاء الله في عيد الشجرة نأكدوا على هذا نحكيوا على هذا إن شاء الله أخيرا رقمنة الخدمات باش تسهلوا الإجراءات الإدارية هذه نقطة من نقاط اللي موجودة في الاستراتيجية الوطنية الانتقال الإيكولوجي والدعوة ملحة لكافة السيدات والسيدة المستمعين ودخلوا على موقع ويب وزارة البيئة وشوفوا الوثيقة هذه متاع الاستراتيجية الوطنية الانتقال الإيكولوجي في الأخيرة متاعها ثم ثمانين كتيب ثمانين وثيقة ذات أهمية باش نفهموا الواقع الكل اللي عايشينه مع هذا تم استراتيجية كبيرة عملتها الحكومة وماشي فيها وزارة البيئة كما كل الوزارات نحو رقمان الخدمات الانسان يؤثر ومتأثر ولكن المعلومة تكون موجودة تسهل الخدمة للناس الكل وتنقص من الحاجة للانسان حاجة كمعلومة قدامك المكينة متاعك قدامك الهاتف متاعك في لحظة تصل للخدمات اللي تحب عليها والمعلومة اللي تحب عليها والانسان يقعد ديما دوره كبير في متابعة المستجدات سيلهادي فما حاجة كنت تشوفها قبل يبدو أنها اختفت لبيب معاعدش نشوفه لبيب برش الناس خافوا منه لبيب هو كان عنده شعار لبيب للبيئة حبيب حبيب على كل شكرا سيلهادي شبيلي نحكيك عنه شوية لبيب ولا مش لازم تعرف في المنتصف التسعينات قدمت برنامج في التلفزة الوطنية في حلقات تحت عنوان تونس الجميلة يؤنى بالبيئة بالضبط ولما سيتك التوف المخيلة العام متاع التوين سرى ما ننسيناهمش ما ننسيهمش نعم أولا وقبل كل شيء لبيب ليس حاجة تابعة لوزارة البيئة يمكن وزارة البيئة عملت الكونسيبشيون عملت وهي اللي وزعت في وقتا ما تبنته هي اللي قامت بالبرنامج هدايا لكن في وقت من الأوقات لبيب ولا دليل مش دليل معناها الرمز لحماية البيئة وتبناوها الأطفال وتبناوها النشأ وتبناوها وكان ثم علاقة كبيرة بين لبيب والصغيرات هذوما باش منها كيفاش تقول لبيب كيما يمشيوا يقرأوا منها عند المعالم تقريهم باش ينشأ على ثقافة البيئية لبيب يوري فيهم في الطريق نحو احترام البيئة جاي وقت من اللوقات الله يسامحوا ثم ناس خافوا من لبيب واضحوا لكن لبيب مش يرجع ولبيب ما هوش مختفي لكن لبيب في قلوبنا ونعود نقول لبيب للبيئة حبيب شكرا سيهادي شبيلي مدير عام البيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة ألف شكر لكم وإن شاء الله حصة خفيفة على السيدات والسيد المستمعين شكرا يومك سعيد